طيب تحسن المؤشرات المحلية للقطاع الصحي خمس أضعاف زيادة في الانفاق على قطاع الصحي احنا في العام المالي 13-14 كان معدل الانفاق أو حجم الانفاق تقريبا 30 مليار و 8 من 10 جنيه مصري اضرب تقريبا في 5 تصل إلى 147.9 من 10 يعني 148 في العام المالي 23-24 فمشروع الموازنة بتاع العام المالي خمس أضعاف زيادة في مخصصات الأدوية لأنه كانت المخصصات في نفس ذات العام المالي 13-14 كنا 2.9 من 10 وصلنا في مشروع موازنة 20-23-2024 لـ 14-6 من 10 طيب تكلفة العلاج على نفقة الدولة في الداخل 13-14 العام المالي 13-14 كنا 3 مليار جنيه العام المالي الذي انتهى بالمناسبة اللي هو 22-23 تم انفاق 17 مليار جنيه في العلاج على نفقة الدولة في الداخل طيب أكتر من ضعفين زيادة في عدد المواطنين حتى برضو انك عشان تبقى شايف المسألة بكل جوانبها المسألة مش بس في المبلغ ده أنا بكلمك في عدد المواطنين اللي استفادوا من العلاج على نفقة الدولة هتلاقي ان احنا كنا الاول كنا قل من مليون كنا 960 ألف بني آدم هم في العام المالي 13-14 في العام المالي 22-23 وصلنا الى 2 مليون و2 ألف اتمنى طبعا يعني انه العدد ما يزيدش انا اتمنى ان العدد ما يبقاش موجود الناس كلها تبقى صحة حلم يعني طيب تعال نشوف الزيادة في تكلفة التأمين الصحي احنا في 2014 كنا 6 و 7 من 10 لكن في 23 وصلنا الـ 45 و 8 من 10 مليار يعني احنا بنتكلم تقريبا في 7 أضعاف تكلفة التأمين الصحي طيب هل حصل زيادة في عدد الافراد المنتفعين لانه ممكن واحد يقولك ايه اه ما هو التكلفة زادت لانه اسعار كل حاجة زادت لا انا عندي 27 و 8 من 10% احنا تقريبا 28 في المية حجم الزيادة الاول كان المستفدين او المنتفعين 54 مليون دلوقتي المنتفعين من التأمين الصحي 69 مليون نسمة